ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شو انا كعيوني? الحمد لله. رامعي سموه? اه بس بالله ما تسبش يعني خلي خليك لطيف كده ما شاء الله. شكلك لطيف في الصورة اللي قدامي. اشكلك دعا على شو ناس دعا حتى ست. طيب بقول لك ايه رأيك الامام علي بجد كان كالبعير. اه نعم. يعني بص الصلاق لقي ياس الخبيث بيقوله. يساق في الاسر كما يقاد البعير. ثم انا انا تأنا. انا كده انا. بيقول ان السيدة زهراء قعدت تقول ده زوجي يساق في الاسر كما يساق البعير. فسيدنا علي كان كالبعير. يا شيخ يا شيخ. نعم. تسمعني? اسمعك بس بدون نسبت فقط. انا ممكن اشتقوي بالدين. طيب انت ايه رأيك? انت تردن اقول الامام علي عياذا بالله. يربط بالحبل الاسود في رقبته ويجرك البعير. مش الخراف والحمير اللي بيفعل فيها والجمال اللي بيفعل فيها ذلك. مش عيب. اه عيب هذا الكلام. ايه والله. الله يشرح صدرك. انت اسمك ايه? انا اسمي حسن. الله يشرح صدرك يا حسن. اريدك يا حسن بالله عليك تعدي التفكير مرة اخرى. اتصل النهاردة يا حسن. اه اربعة متزين. يا شيخ يا شيخ. اسمعني? اسمعك. اريده اهتدي جدا هاي الناس وعلبة المباشر. اقول والله لن اصب. والله ما اصب. تفضل. الحمد لله انك قلت لن تصب. تريد ان تهتدي وتترك هذه العقائد الباطلة يا حسن? نعم. طيب. اه الهداية سهلة. بتحب القرآن يا حسن. اين? نعم احب القرآن. جميل. كل نبي ماتت معجزة معه. يعني فين عصى عصى موسى الآن? مش موجودة. فين ناقة صالح? مش موجودة. كل نبي مات. اه اه ماتت معجزة معه. الا النبي صلى الله عليه وسلم مات وبقي معجزته وهي القرآن الكريم. فهذه المعجزة لو فتحناها يا حسن نرى اكثر من مئة اية تصني على صحابة النبي. لا نرى في سب الزوجات النبي. يا نساء نبي لستنك احدا من النساء. وازواجوا امهاتهم. وبعدين نرى في توحيد الله تبارك وتعالى. ما في يا علي يا حسن يا حسين. ما في الله خالقه كل شيء. وعلماء الشيع يقولوا لأ الامام علي هو اللي خلق السماوات والارض. يا شيخس احنا الشين السعر فانا رده تدي وانا ادي اتني ايه? ما انا بقول لك اتهتدي هتتمسك بالقرآن بس. انا بتمسك بالقرآن. طيب بتتمسك بالقرآن. الكرآن فيه امامة يا حسن. امامة الائمة ما فهوش. عسمة الائمة ما فهاش. سب الصحابة ما فهوش. اه دعاء غير الله ما فهوش. عشان كده كنت بقول لك اه في الكرآن. عشان كده جبتك من الكرآن. يا شيخ يا شيخ. اسمعني? اسمع. من هم الصحابة تقعدهم? الصحابة اللي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم المهاجرين. ربنا قال اولئك هم الصادقون. سمهم بالصادقين. والانصار سمهم بالصادقين. مين هما? انت اقول لي مين هما? وانا يا عشان ما قلت لك ممكن لش قوم الدين يعني غير جاي سألك تشيخ وتعرف. ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبقية اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بس اتنين اصحاب الاصحاب. لا ما انا اجيب لك وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وطبعا عليه رضي الله عنه وابو عبيدة بن الجرح وطلحة والزبير. ممكن اعدلك بس انا بقول لك بس البعد اللي. بس يا شيخ من اول واحد امر وبعد. ايش? من اول واحد جيت عليهم اثنين. لا ما انا قلت لك انا عارف انك عايز تلعن وعايز تسيب. انا ببقى عارف اللي قدامي يا حسن. يعني ببقى عارف. اقول لك. ايو ابو بكر الصديق. ايه? ايو وثبت اهو. ثبت فعلت حركة. شفتم يا شيعة يا عقلاء. انا عارف والله ان الحركات دي اتقلب خروفة. بس قلب لك عمل لك صوت جرو. عارفت يا شيعي عاقل ان ما فيش شيعي عاقل يقبل على هذا دي. وعلى فكرة احنا مبنزعلش يا حسن. يعني الحركات اللي انتو بتسويها دول والله عادي. وبصوا الناس بتضحك عليك على على التعليقات. الناس بتضحك في البس على التعليقات. بس دي والله بتزيد المهتدين ثقة اكثر بدينهم. بفضل الله شوفوا كم مهتدي كاتبوا واحد مهتدي من العراق اثنين منتصر. تلاتة الاخ ابو الفاروق مهتدي من ايران. اربعة ابو جاسد. كل دي بتزيدهم ثبات اكتر. والشيعة اللي دخل في عقولهم اليوم الشك مما آآ عرضنا عليكم. بيزدادوا اكثر شك. يقول لك اتمسك بدين زي ده في سب ولعن. اعوذ بالله. اتمسك بدين زي ده في طاعن وقصف. الحمد لله الذي عفاني. شفتم اهل القرآن. لم درد عليه الاساءات. اهل القرآن هكذا. لذلك قلت له اتمسك بالقرآن صعب. صعب الشيعي يتمسك بالقرآن ايها الاكارم. صعب الشيعي اللي ما عندوش عقلي زي دوت لبيوت تحت قدم المعمم. يتبرق باقدام المعمم. صعب يتمسك بهذا الدين. الحمد لله الذي جعلنا من اهل القرآن ومن اهل التوحيد. ايها الحبيب. عشان تدعمنا والقنامة افشي. تسوي اعجاب. وشارك الفيديو في اكثر من جروب. ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصي لكم لما هو جديد.